ولو قال قال ما هي الرقية الشرعية الجائسة نقول هي التي توفرت فيها هذه الشروط الآدية أولا أن تكون باللغة العربية فلا تجسر الرقية بغير اللغة العربية ولو عرب معناها فليس من شعار المسلمين أن تتخذ ألفاظ العجر في المحادثة بين الناس فضلا عن استخدام هذا الرقية ولذا قال عليه الصلاة والسلام أن تشبه بقوما فهو منهم فما جاء عند أبي داود ثم إن كلماتهم وألفاظهم قد تتغير في حين من الأشياء فيراد من هذه الكلمة معلن في وقت دون وقت آخر فهي ليست منضبطة كما هي اللغة العربية فاللغة العربية باقية لما؟ لأنها مرتبطة بالقرآن قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فتشرفت اللغة العربية بهذا الشرف لأن القرآن نزل بلغة العرب الشرط الثالث أن لا يكون فيها شرك كأن يستغذ بغير الله أو أن يتبرك في ثاني الرقية بشيء لم يوجد الشرع التبرك به قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا الشرط الثالث أن تكون مفهومة فلو كان يرقى باللغة العربية لكن جمله التي يقولها في الدعاء غير مفهومة فإنه لا يدوس لأننا لا نأمن أن يكون فيها شيء من الشرك ولذا الرقية التي فيها طلاسة فإن كانت مكتوبة أو متحدثا بها لا يجوز الرقية فيها الشرط الرابع إذا توفرت الشروط السابقة فلا يجوز له أن يعتمد عليها فإذا يجعلها سببا من اعتماد قلبه على المسبب وهو الله وعز وجل فيعتمد على الله ويأتي بها على أنها سبب لأنها مؤثرة بذاتها ومن ثم فإن بعض العزائم وهي تسمى عندنا بعزائم وهي الآيات أو العجلية النبوية المكتوبة بزعفران يجب استخدامها أن تكون واضحة لو كان معظمها واضحا إلا نظرا يصيرا فليدوس كل ذلك من باب سبت الزرائع